اكد شارع الاقتصادي في مملكة البحرين أن اهتمام الحكومة الموقرة بدعم القطاع السياحي من خلال وضعه ضمن برنامج خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تعتبر خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد القطاع السياحي في التعافي من تدعيات جائحة كورونا باعتباره أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد البحريني حيث وضعه برنامج خطة التعافي الاقتصادي خريطة طريق المستقبلية تؤثرها استراتيجية لتنمية قطاع السياحة تعتمد على تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة بهدف رفع مستوى مواشرات السياحة كتحفيز انفاق السياح 2 مليار دينار وزيادة اعداد الزوار بقرض السياحة إلى أكثر من 14 مليون سائح ترجمة نانسي قنقر